قبل ما انا هروح طبعا للبنك انا واسألك على حكاية كتيرة تخص الكورة المصرية بس عايزي جزء الاعلامي ده كمان في البدايات وانا برضو متابع من الاول من البدايات خالص كاعلامي انا معاكم انت لعيب كورة اصلا فانا ماشي المشوار كورة في بداياتك وفي شغلك الاعلام الرياضي انت قضايا انت قضايا وهجوم وابن الكابتن حسن شحيته والجملة الشهيرة بتاعت ابناء العاملين وهو لو ما كانش ابن الكابتن حسن شحيته ما كانش اعلامي واحد تاني كان ممكن يتهدي بسهولة جدا في اول سنة سنتين وما يكملش الكريب بتاعه لا انا عيندي والحمد لله انا يعني ربنا كرامني كمان يا كريم في ايه ان انا اشتغلت الشغلان انا بحبه وطبعا مش هنكر ان والدي واسمه والدي وكان ساعتها مدير وفاني منتخب مصر كان سبب اللي انا يتم اختياري يعني مش هقولك اللي انا بقى شاب مكافح من الاول لا انا عشان ابن العزن شعياتها ايوه تم اختياري لانا بس ما دخلتش مزيعة كده على طول الناس فاكرة انا شايفيني كده مزيعة بالضبط انا بدأت في 2008 وكانت صدفة انت عارف اسلام صادق صحفة طبعا طبعا صحفة كبير كان ماسك البرنامج جول اف ام كان استاذ ماجدي كامل في الراديو في ازاعة شاوبة ورياضة فكان ساعتها منتخب مصر بيلعب بطولة امم افراقيا في غانا 2008 وانا كنت ساعت بليها عدو مجلس ادارة في الزمالك وبطلع اتكلم ودرس تدريب فبطلع اتكلم في تلفزيون في نين رياضة بيعملوا اللقاءات مش عارف ايه وانا عدو مجلس ادارة كنت باعها من مداخلات وبضيف وجده فاسلام كان عنده فكرة ان اثناء بطولة امم افراقيا في غانا 2008 ابقى موجود في الاستوديو معهم ان اكلم في المنتخب وكابتن حسن بيفكر ازاي وهيلاعب مينه والتشكيله لا وهو اكيد كمان بالمناسبة يعني هيدي مش تبقى مجاملة من اسلام صادق هو بس بحيث صحفي طب انا معايا كريم حسن شحياتة من الكابتن حسن شحياتة لو في معلميات لو في توليس يعني خدق بمنطق المصلحة مش انه يجاملك في الاصل اه فانا بدأت مصلحة المهنية يعني مصلحة المهنية يعني مصلحة مجدي كامل في الاول قال له يا عم كريم ايه ده عنده 27 سنة وصغير يعني هيحلل ايه قال له لا ده كريم دارس تدريب واسلا كنت بعيد نفسي عم بمدرد كنت عملت رباط صليبي فخلاص بدأت ابعد عن الكرة فعملت بطولة جامدة جدا وحتى المباراة النهائية مع الكاميرون سافرت هناك غانا واشتغلت كمرسل وعملت لقاءات يوم المباراة قبل المطش واحنا في الاوتوبيس وكان معايا مجموعة من الفنانين المصريين بنتابع المطش في المدرجات وعدين نزلت بعد المطش عملت لقاءات مع كابتن حسن شحياتة قالوا لي انت خلاص انت معنا وانت عملت يوم جامد جدا هناك في غانا والبطولة كمان الحمد لله وتعف بقى مع الفرحة ومنتخب مصر بيكسب والناس مبسوطة فقولي الناس مبسوطة فيالله فالدنيا مشت فبقيت عقد بعديها الموسم اللي بعد وبقيت مزيع ازعت شابورياضة برنامج كورة اف ام انا مزيع الرئيسي كان معايا كابتن نادر السيد في الاول وبعدين كابتن نادر جاله شغل تاني وطبعا وكده كده دخلت تلفزيونه والحمد لله ان ربنا كرم كابتن عايزش حياتي بقى لما كان بيفرج عليك لكن له بقى ملحوظات انتقادات حاجات اشادة طبعا كان بيقولك ايه بص هو كابتن حسن يعني كان كل اللي كان عصلا لك تمركز قوي وبذاكر ويعني مفرغ نفس الاعلام تماما فكان هو دايما بيعجبني اسلوبك بس انا عايزك دايما تمشي كده ما تخافش من حد قول رأيك تعامل بما يرضي الله ما تجيش كده او كده وهتنجح ودايما كان يقولي دايما جملة يعني بيقولي هاي لغا دلوقتي ما تخليش في سقف لطموحاتك يعني دايما كل ما تنجح وتعلى ما تقولت انا كده زي الفل بقى وخلاص انا كده تماما لحقالي هتقع يعني حتى انا كنت هو بيقولي الكلام ده ع نفسه يعني كان بيكسب اي بطولة افريقية مع المنتخب وكده وقال لا احمد خلاص بقى انت عددت ما عايز البطولة الجاية وعايز اوصل كاسعالة ما عايز فهو دايما معلمني كده من صغري لانا دايما انا بقى تموحاتي ما تقفش في حتة قالي لو تموحاتك وقفت عند حد معين وحسيت ورفعت رأسك لفوق وعملت نفسك فيها اللي انت خلاص ناجح ومش هتعمل اكتر من كده خلاص هتقع اعرف ان دي بداية النهاية